السلام عليكم حكينا بالمحاضرة الماضية أو بالجلسة الماضية أنه كيف نبحث أو شو هي مصادر البحث بالمجلات الطبية العامة ذكرنا أربع مجلات شهيرة نيو انجلند الجاما البريتش ميذيكال جورنر و ذا لانسيت هدول المجلات يلازم أي طبيب يكون متابع معهون لأنه كل فترة وفترة ينشروا مقالات بمهمة بتخصصه هو هلأ هنحكي عن المجلات التخصصية طبعا أنا ما حقدر أكي 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 المجالات لأنني أنا متخصص بواحد أو بثنين من التخصصات بس الزملاء من بقية التخصصات بقدروا يقيسوا على الحكي اللي بيحكي أنا عن العناية المركزة هأحكي عن العناية المركزة أساسا ياريت لو حدم الزملاء اللي متابعين البحث العلمي مثلا بأمراض الدم بالقلبية بالأمراض مثلا الهضم يحكو لنا بالتعليقات أو يعملوا فيديوهات مشابهة أنه شو هي المجلات التخصصية اللي بيبحث فيها بشكل دوري أو بيتابعها بشكل دوري وهي مجال اهتمامه بالنسبة للعناية المركزة أنا بحث بعدة دول صراحة الأوروبا وأمريكا هنم مصادر المجلات الرئيسية أنا بتابعها حاولت مع الأستراليين ما لقيت مجلات تعبية رأسي حاولت مع الصينيين اللغة الصينية هي العائق مع اليابانيين اللغة العائق الياباني هي العائق وبالتالي رسينا على أوروبا وعلى أمريكا بالنسبة لأمريكا في جمعية SCCM Society of Critical Care Medicine جمعية أمراض العناية المركزة الأمريكية وبتصدر مجلة اسمها Critical Care Medicine اللي هي مجلة العناية المركزة تبعهون اللي هي تبع أمريكا بالمقابل في جهة شبيهة لألها أختها بأوروبها اسمها ESICM اللي هي European Society of Intensive Care Medicine هذه بتصدر مجلة اسمها ICM Intensive Care Medicine Journal هدول المجلتين وحدة تبع أمريكا وحدة تبع أوروبا بيصدروا شهريا مقالات اللي فيهن كلهم عناية مركزة عادة مقالات متوسطة إلى كبيرة ما بيكون الكبيرة كتير كتير مكما أنه بيروحوا صحابة بيحاولوا ينشرها بالمجلات الأكبر اللي هي الحقيناهون بالمقابل المقالات المتوسطة إلى الكبيرة بتكون عادة مقالات جيدة بتنشر فيها المقالات الضعيفة عادة ما بتلاقيهم بهدول المجلات المحترمة هلأ في مجلتين تانيات حقيقتان بتابعوهم معهم هنا من تخصص عناية بحدات وتخصص عناية وأمراض صدر في جمعية الاسي سي بي اللي هي American College of Chest Physicians الجمعية أمراض الصدر الأمريكية بتصدر مجلة اسمها chest هذه مجلة أمراض صدر وعناية مركزة كمان شهرية أو أظن نصف شهرية والله ما أذكر شو كانت تصدر هذه المجلة فيها مقالات عناية وفيها مقالات صدرية مقالات أمراض صدر أنا كالطبيب عناية كنت تابعها صراحة لأنه لاقي فيها شغلات بتفيدني بالعناية مو دائما عناية بس فيها تغطية جيدة لأمراض العناية أحيانا بالمقابل الـ ATS American Thoracic Society أم جمعية اللي هي أغلبة جراحة أو جراحين معظمهم صراحة بتصدر مجلة اسمه American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine AGRCCM اللي هي Blue Journal بيسموها هذه المجلة كمان مجلة محترمة وبتصدر أمراض صدر وأمراض عناية سواء لجمعية الـ ATS مثل ما أنا كمان أنا بتابعها كل فترة وفترة مشكلتها هي ترى الأكسس تبعها مثلا موسهل دائما مقالات تبعها بعزبوك لا تحصل إذا كانوا up to date بعزبوك كثير مقارنة بغيرهم هذه أربع مجلات ذكرتهم أنا كنت تابعهم بشكل دوري مثل ما أنهن شهريات ماهن يوميات ولاهن أسبوعيات وبالتالي يلحقوا الواحد يوم بالشهر أنه يبحث ويشوف شو صاير شو في مقالات لما معتا أنا عم أقرأ المجلة لاحظوا أنا عم أطلع شو محتوى المجلة فلما بيلاقي عنوان بيشدني وخاصة مجال بحثي أو شي أنا عم أبحث عنه ومنتظره مثلا بروح ببحث عن المقال ويقرأه ويقرأ الأبستركت بس ممتا أني عم أقرأ المجلة كلها ما بقدر ما عندي وقت أبدا في مجلتين صغار مثلا هل هدول ال-âm هدول المجالات المجالات creo 30 امباكت فاكتور تبع هون هدول المجالات الامباكت فاكتور تبعا ما هو عالي كتير مثلا الاسي سي ام سبعة الاسي سي ام عفوا السي سي ام الكاتيكا كاملدسن سبعة الاي سي ام الاوروبية 18 التشيست مثلا كان 9.6 البلو جورنا شوي اعلى 17 فكلوا الامباكت فاكتور متواضع فيهم قياسا بهدوليك المجالات الضخمة هلا بجينا في مجالتين صراحة بينزلوا كل فترة وفترة هنه مجالات عناية مركزة بس مو بنفس القوة بينزلوا كل فترة وفترة مقالات ضخمة ومهمة او دراسات ضخمة ومهمة ومقالات فيهم حلوة عادة فيه المجلة العناية المركزة تبع النيرسنج اللي هنه الامريكان اسوسيياشن اوف كريتكال كير نيرسنج هي بتنزل مجلة اسمه امريكان جورنال اوف كريتكال كير بالمقابل في مجلة تانية اسمه الكريتكال كير هيك اسمه فقط كريتكال كير هلا ميزها هاي الجهة اللي بتصدرها صراحة ما هي مشهورة كمنظمة بس الاديتر تبعها الاديتر تبعها اسمه جان لوي فينسنت هذا الشخص شخص علامي هقول عنه شخص معروف جدا بعالم العناية المركزة انا كرماله صراحة بتابع المجلة تبعه فعلا مقالات هالهم ميزتهم لنا كتهم خاصة هادول امباكت فاكتر تبعهم 2.6 2.5 مهنة عادياته كتير كل شي حكيته سابقا لا يعني انه اذا نزلت المقالة بالمجلة الفلانية او دراسة نزلت بالمجلة الفلانية معتها هذا مقبول مثل ما حكينا انه هذا شي يدل على انه هي المقالة تستحق الوقوف عندها بس نيو انجلد نفسها بتنزل مقالات احيانا ضعيفة احيانا بكون في اخطاء بالحسابات وصار هذا الشي بنيو انجلد انجلد عن غيرها انه بيحترموا حالا وبيراجعوا فمرة من المرات نزلوا دراسة قصة شهيرة من شي سنتين ثلاثة نزلوا دراسة الارقام فيها كانت غلط فبعد فترة نزلوا تصحيح والارقام كلها تغيرت فمو معنى انه هي المجلات المحترمة اذا نزل فيها شي ما تم ناقده عن عمياني لا لما بينزل فيها شي نخطعه للنقد العلمي بالمقابل انا والله ما عندي لا الوقت ولا الجهد ولا الخلق ان يروح دور على مجلة ما معروف ارعت ابوه منين اطبع بالمقالات تبعها واقعد انقض فيها لانه ما معروف من هن الباحثين وما عندي المصداقية اصلا حتى هذون المجلات ما عندهم المصداقية تصدق انه فعلا هذا البحث صار صحيح او انه هن ما فبركوا الارقام او 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 من هالكلام هذا هيك انا بكون غطيت معظم حكينا عن مصادر البحث بس خيني احكيكي مثلا موضوع التخصص نيفرولوجي كوني دخلت على مجال نيفرولوجي من جديد مثلا من سنة او سنتين فهلا شو هو البلان انا شو هي مصادر البحث تبعي بالمقالات النيفرولوجي او دراسات النيفرولوجي حكينا الاربع المجلات الضخمة اللي حكينا عن هن دائما هن المصدر الاساسي للمقالات الكبيرة بس في المجلات التخصصية انا جيت هون على امريكا في اهتمامي اكتر بالتخصص بالمصادر الامريكية حاليا ما عندي الوقت صراحة ابحث بالمصادر الاوروبية فيه جمعيتين كبار هون بامريكا هن الاساسين بالمصادر الامريكا وفيه الان كي اف ناشونال كيدني فاونداشن هدول الجمعيتين جمعيتين كبار هن بينشروا بي او هن المسؤولين عن امراض الكلية عموما بالامريكا فالاسين بيصدروا مجلتين اول مجلة اسمه الجيسين جيسين 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 فهدول المجلتين الاسين بالمقابل الان كي اف بتنشر بمجلة اسمها الامريكا والله ما نحافظه صراحة الامريكا جونال اف كيدني بدسين عفوا انا كاتبون على ورقة مقالاتها عموما جيدة فيها الرفيو ارتكال حبيته ونكتير فيها صراحة انا اعطيكم بس امثلة العملية انه الواحد كيف بيحط الادوات تبعه خليني اقول جهز الادوات تبعه اظن انا بالمحاضرات الماضية كلها كنت عم ركز على هذا الموضوع اني انا شو هي الادوات تبع البحث الانمية لسه هلا ما دخلت بالبحث ولا حكيت انا كيف ممكن قيم دراسة نبدأ ان شاء الله بالازاء القادمة اني انا وصلت لدراسة ولقيتها دراسة مهمة وتستحق مش انا اللقيتها قالوا لي انها هي دراسة مهمة قالوا لي الثقات انها هي دراسة مهمة وبتالي تستحق ان الواحد يوقف عندها فنشوف كيف ممكن الواحد يتعامل مع هاي الدراسات وان شاء الله يارب كون عم غطي البيزيك او خليني اقول الجزء اللي ماحده بيحكيه للأسف انه بيعتبره شي بديهيات بس في كتيرين بحاجة هذي بديهيات السلام عليكم شكرا اشتركوا في القناة